مرحبا أعزائي المتابعي قناة بلينبعين العربية شرح اليوم مع الآيفون وتحديدنا عن طريقة كتابة الاسم على شاشة القفل في الآيفون قبل ما أبيش رحلكمون الطريقة طلب أن تشتركوا بالقناة فعلون جرس لايك الفيديو في بداية هذه الميزة موجودة بالآيفون لكن ميزة بعد يحتاجها لتطوير حتى تصير أحلى وأحلى طبعا رح تكتب الاسم بأسفل شاشة القفل بين الكاميرا وضوء الفلاش تفعيل ضوء الفلاش خلي أدخل من داخل الآيفون على خيار التركيز تختار علامة الموجب وتختار مخصص وهنا تكتب الاسم لو اخترت برلين تقدر تختار اللون اللي تريده وكذلك تختار هنا إضافة هذه الآيكونات الموجودة إذا اخترت منزل والتالي وهنا تخصيص مثل ما تشاهدون والآن صارت على شاشة القفل الآن تفعلت حتى نفعلها راح نروح على هنا مركز التحكم ونروح بدل التركيز نختار برلين الآن مثل ما تشاهدون راح نغلق الآيفون وتشاهدوها على شاشة القفل موجودة بالاسفل الآن مثل ما تشاهدون قدامكم على شاشة القفل موجودة برلين هنا أتمنى فتتكم بهذه المعلومات طلب لا تنسوني باشتراك ولايك وتفعيل الجرس طبعا تحتاج هذه الميزة احتمال بالاي او اس 18 راح يكون اختلاف جدا جذري ممكن نشاهد هذه ألوان وتكبر أو ممكن خليها بالأعلى فننتظر الاي او اس 18 راح يكون بعد أسبوعين أو ثلاثة إن شاء الله أتمنى فتتكم بهذه المعلومات طلب لا تنسوني باشتراك ولايك وتفعيل الجرس فقط تقطب مهمة عبية هذا تنزلون على عام تنزلون على مساحة التخزين هذه المساحة الكلية 128 المستخدم 95 الفرق بيناتهم لازم يكون 20 جيجا الآن دخل علي وكل يوم يدخل علي 1 يعني 120 يوم أمس كان الهاتف 64 المساحة المستخدم 63 فهذه خطر على الايفون ممكن تنحذف التطبيقات ممكن الايفون مالتك يعني يصير بيعطل ويفقد كل البيانات فحاولوا دائما تخلوهم مساحة غير مستخدمة وإذا ما تعرفون تخلو لي بالخاص وأنا أشرح لكم مع السلامة